يصرخ الحوثيون بالموت لأمريكا وإسرائيل لكنهم يقتلون اليمنيين العزلة ويدمرون منازلهم إلا أنه خارج إطار الحرب التي يشنها الحوثيون على المدنيين ثم تحرب أخرى تنضي بالتوازي معها كانت البداية بثورة الحوثيين ومطالبهم بتحقيق العدالة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد إلا أنهم لم ينسوا إدراج الدولة المدنية والديمقراطية ضمن مطالبهم كانت تلك أكبر حادثة تضليل للوعي تعرض لها اليمنيون وألهبت عواطفهم ومشاعرهم لزمن قصير إذ سرعان ما تكشفت الأوراق وظهر ما أضمرته النوايا والأطماع لهذه الجماعة اليوم لا يرفض الحوثيون الديمقراطية والحرية فحسب بل ويرفضون إيقاف الحرب والأكثر من ذلك تسعى جماعة الحوثي لتسويق أصنامها كفرسان منقذين للبشرية ومخلصين لها يسعى الحوثيون لفرض ثقافة جديدة عبر غطاء يقدس العنف ويمنحه تشريعا للقتل والموت وبطرق دعائية واسعة عبر لوحات كبيرة غزة الشوارع تصف حسين الحوثي تارة بالقرآن الناطق وتارة بحسين العصر وأخرى أنه أنزل رحمة للعالمين ورابعة تشرع للجهاد لتسويق له في حربها الأكثر دموية في تاريخ اليمنيين والأكثر عنصرية وتدميرا 250 مليون ريال هو ما كشفته إحدى الوثائق المسربة عما أنفقه الحوثيون من المال العام للمساهمة في الاحتفال بذكرى مقتل مؤسس الجماعة وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة قبعت ميليشيا الحوثي 90 ألف ملزمة تحوي على دروس لحسين الحوثي عبر صحيفة الثورة الرسمية الخاضعة لسيطرتهم مفارقة أخرى أكثر ألما لوجدان اليمنيين هي احتفاء صحيفة 26 سبتمبر رمز الإنعتاقي من عهد الإمامة بحسين الحوثي حفيد الإمام بمحاولة محو تاريخ ورمزية الجمهورية السبتمبرية من وعي اليمنيين من وجوه حرب الميليشيا على اليمنيين هي التضييق على الحريات الشخصية التي لم تعد حكرا على تنظيم القاعدة فميليشيات الحوثي التي تنطلق من ذات المبدأ تفرض مزيدا من القيود على الحريات الشخصية وليس آخرها التعميم على محلات الحلاقة ومنعها من الحلاقة التي تخالف شرع الميليشيا وتقاليدها يزداد واقع اليمنيين ظلمة كلما أوغلت الميليشيا بعنفها ضدهم تحت شعارات دينية متطرفة إلا أن تاريخ الشعوب لا يزال يحمل وعدا بالعدل والتحرر من سطوة الميليشيا ولو بعد حين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر